بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في درس جديد من دروس التربية بدنية والدفاع عن نفس التربية الفكرية لفصل الدراسي الثاني معكم أستاذ بدر ناصر ألفهيد قبل ما ندخل في درسنا يا أبطال نريد أن نستعرض مع بعض المطلبات ممارسة النشاط البدني بشكل صحيح الراحة الكافية الراحة الكافية مهمة جدا ندار النشاط البدني عن طريق النوم ما بين 6 ساعات إلى 8 ساعات لكي يستهيد الجسم براحته ويستطيع مرة أخرى مارسة النشاط البدني التغذية السليمة التغذية السليمة مهمة لكي يتمد الجسم بالطاقة ويستعاده هداء النشاط البدني مرة أخرى بعد ذلك الزي الرياضي المناسب لكل رياضة من هذه الرياضات زي خاص فيها يساعدها على أداء النشاط البدني زي كرة القدم يختلف عن زي كرة السلة يختلف عن ملابس كرة الطائرة وعلى عبد الدفاع النفس كذلك يختلف الزي الرياضي باختلاف أحوال الطقس وأجواء المناخية الزي في أماكن الباردة يختلف عن الزي في أماكن الجافة أو الحارة بعد ذلك يا أبطال المكان المناسب والآمن المكان المناسب والآمن مهم جدا إعداء النشاط البدني لماذا؟ الآمن لحفاظ على سلامة جسم الله متعرضه للصباح لقدر الله ويكون مناسب يساعدني إعداء النشاط البدني بشكل صحيح هل ممكن ممارسة كرة القدم داخل الفصل؟ هل ممكن مارسة كرة القدم في طرقات وممارات غير آمن وغير مناسب بعد ذلك الإحماء المناسب ما هو الإحماء؟ أحسنتم وتهيئة جسم أداء النشاط البدني بشكل صحيح عن طريقة عمل بعض التمرينات يتساعدني على أداء النشاط البدني شرب الماء قبل وبعد وأثناء النشاط البدني لماذا شرب الماء مهم؟ للتعويض السوائل المفقودة أثناء النشاط البدني وحماية الجسم من الشفاف طيب أبطال أنا في المكان المناسب وأزيء الرياضي المناسب مع بعض إيش نسوي؟ الإحماء المناسب جاهزين التمريل الأول أبطال المشي في المكان التمريل يستعد يبتدي واحد اثنين ثلاث أربعة مشي اثنين ثلاث أربعة ثلاث أربعة ثلاث أربعة ثلاث أربعة ثلاث أربعة اضغط ثلاث أربعة ممتاز ثلاث أربعة آخر مرة جمع رفع نأخذ نفس مع بحظ التمرين الثالث أذرعين جالبا رفع دوران الزرع من الخلف إلى الأمام نتمنى استعد يبقى دي واحد ثلاث أربعة حسنت ثلاث أربعة حسنت ثلاث أربعة دوران ثلاث أربعة حسنت ثلاث أربعة حسنت التمرين تمرين التمرين استعدت واحد ثلاث ثراث تمرين ثلاث اخر مرة جمعة ضيف ريس على الخلف نقط نفس التمرين الخامس رفع الفقد المستوى الحوض وليد المعاكسة الفقد تحاول لمس الفقد أثناء ارتباعها تمرين استعد يبتدي واحد ثنين واحد ثنين فوق ثنين فوق ثنين أحسنت ثنين فوق ثنين ممتاز ثنين فوق ثنين أحسنت ثنين آخر مرة جماعة طيف ناخد نفس التمرين السادس ضم القدمين والنزول أمام أسفل التمرين استعد ابتدي انزل اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثماني اطلع اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثماني التمرين السابع يا ابطال فتح القدمين بأكثر من تساعة صدر قليلا والنزول أمام أسفل التمرين استعد انزل ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثماني اطلع ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثماني طيب يا ابطال الآن وصلنا إلى نهاية الإحماع حيث سمصر جاهز لدى النشاط البدني درسنا لهذا اليوم استعرضه مع بعض وهو نمو المشاركة مع الآخرين نمو يعني زيادة تنمية المشاركة مع الآخرين ما هي؟ هي القيام بعمل لإتمام هدف معين أو المساعدة للقيام بما يطلبه شخص آخر ولهو كثير من الفوائد التي تعودوا الخير على المشاركين تنمية المشاركة مع الآخرين أنه في هدف ولكن هذا الهدف لا بد أن يكون فيه أكثر من شخص لكي يحقق هذا الهدف مثل ذلك كرة القدم تكون من 11 لاعب 11 لاعب هذولا يحاولون ماذا؟ يحافظون على المرمى بعد المدخول الهداف بالدفاع عنه وكذلك بالهجوم لتسجيل الهداف يساعد كل لاعب منهم يساعد الآخر لتحقيق الهدف وهو الفوز من فوائد هذه التنمية وهذا النمو زيادة التحصيل العلمي يساعدني على القراءة والاطلاع زيادة خبرات الطالب بحيث تبادل الخبرات ما بين اللاعبين وبين الطلاب من شخص إلى آخر أنا أستفيد من زميلي وزميلي يستفيد مني أستفيد من القسم بطريقة لعب جديدة وطريقة دفاع جديدة ويستفيد مني بطريقة هجوم أو دفاع جديدة المهارات المكتسبة عن تعلم التعاون أنه أنا في خلال العمل الجماعي والعمل التعاوني يكون هناك مهارات أكتسبها هي الثقة بالنفس وطريقة التواصل الاجتماعي وطريقة أداء مثلا الكرة بوجه قدم مثلا في كرة القدم أو ضرب الكرة بالرأس من جنب مع التفاع أعلى كل هذه مهارات أنا أكتسبها أثناء العمل التعاوني والعمل الجماعي بناء علاقات جيدة أثناء العمل الجماعي الكل يهدف إلى تحقيق الفوز اللي هو الهتف العلاقة تكون بين ابن الجملاي جدا جيدة علاقتها مع الجمهور مع المدرب تكون ممتازة بعد ذلك توسيع دائرة الأصدقاء أثناء العمل الجماعي ازداد عدد الأصدقاء بحيث أنه اليوم ألعب مع الفصل الأول بكرة ألعب مع الفصل الأول والثاني بكرة ألعب مع الفصل الأول والثاني والثالث هنا زادت أعدد معرفتي بالناس تنمية المهارات التعليمية واجتماعية التصرف بشكل جيد مع الآخرين التصرف بشكل جيد مع الآخرين لماذا؟ ساعدني هذا أنه أنا أحتاج أنه زميلي ساعدني لكي أصل إلى هدف وأنا أساعده لكي يصل إلى هدفه لابد أنه أكون حسن تصرف تعلم مشاركة والعمل جماعي تحقيق نجاح أكبر تحقيق نجاح أكبر عن طريق الوصول إلى أعلى مستوى من العمل ومن التعلم من المهارات زيادة الثقة بالنفس نشوف الآن هذا الأبطال الثنين كيف روح الجماعة كيف مبسوطين بالتعاون والتعلم مع بعض يلعبون كرة سلة بحيث يحققون الفوز مشو كيف هم ساعدين بالعمل الجماعي طيب من الألعاب الجماعية اللي تساعدني على النمو والشي كرة القدم كرة سلة كرة الطائرة وكرة اليد كل هذه الألعاب الجماعية مهمة جدا وسهلة للمارسها وأقدر للمارسها في أكثر من مكان كرة القدم مارسها في المدرسة مارسها في حديقة مارسها في النادي تطلب تجمع أكثر من شخص بممارسة كرة القدم طبعا كرة القدم المبسطة أو السهلة الآن نريد أن نستعرض مع بعض لعبة من الألعاب التي تساعدني على نمو اجتماعي مع بعض هذه اللعبة مهمة جدا وهي عبارة عن لعبة نقل كرات داخل السلة لعبة نقل كرات داخل السلة سهلة جدا عندي كرات وعندي سلة عندي كرات وعندي سلة بحيث أنه أنا الآن هذه كرات وهذه سلة واضح يا أبطال طيب لعبتنا سهلة جدا أنا وقف هنا وزميلي يوقف عند السلة أقوم بدحرجة الكرة لا فهو يقوم زميلي بأخذ الكرة ورميها داخل السلة ثم أقوم مرة أخرى بدحرجة الكرة لا أقوم دحرجة وليس رمي دحرجة ما أصلت هل يقوم زميلي بتحرك لا أقوم أيضا بالدحرجة مرة أخرى يقوم زميلي بأكثر فريق يقوم بإدخال هذه الكرات هو الفريق الفائز عدم إخطاء في هذه الليبة رمي الكرة يعتبر خطأ وكذلك الجري بالكرة يعتبر خطأ عن طريق دحرجة الكرة بيد واحدة نزول دحرجة بحيث تصل الكرة إلى الزميل ويقوم الزميل بوضع الكرة داخل السلة من يقوم بإدخال كرات أكثر هو الفريق الفائز واضح يا بطال لعبة جدا جميلة وسهلة وتساعدني على اللعبة الجماعية اللعبة الجماعية من أهم الأشياء اللي تساعدني على النمو وعلى تنمية المهارات الاجتماعية مع المجتمع واضح يا أبطال نصل هنا أي نهاية ترسلنا هذا اليوم أنا أشكركم حسن استماعكم كان معكم أستاذ بدر ناصر الفائز ترجمة نانسي قنقر